اشتركوا في القناة وتكونوا هما واقفين على وثقة من الوثائق مثلا الوكالة وما عندك بيانات بيطاقة لتعطيك بيانات ديالك سيد وش كاين وش بوعتقال وش كده لأنه ما عندناش بصدوني ما كايناش فإذا لنا يا ببعض الأحيان إذا أنت عندك ذاك الحاسة السادسة ذاك الانتويسيون تقدر تدلوا البسماء والبسماء هي أصلا متدرج يعني وجوبا فإحنا يعني تقولك لا بغيتي تدل لي البسماء بيدا تعتبرني أنا إنسان أمي أنا في الحقيقة أعتبر بأن البسماء تصبح الآن في ظل المتغييرات اللي تنعيشوها والتنكور والتنصل وعدم الخوف من الله ستقولي البسماء لجميع المواطنين على حد دين سواء وتكون البسماء المعمول بها اللي تستعملوها للدارك للبروفيسيونيل متخصصة وتستعملوها للأمن هذك هي البسماء الحقيقية ستدر للجميع علش باش ما يوقع جدك التملص وللقوا بأنه أنت نحمي وتلك العدل بعض المرات إحنا يجينا الإنسان بعد الاحتيالات اللي تتوقع ولكن إحنا لا يداننا لنا فيها هو مثلا إنسان تكون متزوج ولكن سابق له طالق تمشي دير شاهدات الخطوبة وتوجد بها بأنه مطلق وتتزوج عندك وتلغد ليه تتجيك المرأة وتتقول لك سيدي كيفاش أنتو مزوج صورة لي وأنا مزوجة به تتجبر الميل وتتلقى بأنه هو مطلق والشاهدة اللي تتعطط له عن طريق القيادة الجامعة مطلق فإذن هذه الاحتيالات إحنا نكون فيها يعني في حل من أمرنا لأنه ما عندناش معطيات ما عندناش بيانات إحنا لن نعلمه الغيب ما عندناش معرفة بدك الشخص اللي يجا عندي لو أنا عندي بمعرفة أو عرف المتزوج غالا نقول له اسمح لي هاد الوثيقارة مزوارة ولكن ما عندناش فإذن بين كين بعد المرات كنت قلتها في واحد المرة سيدة عندها علاقة زوجية ماشي زوجية يعني في العسخيقة ديال أهل ديالهم بأنها هي متزوجة وهي ما بحكم أن السيد متزوج وما عندوش وطائق يعني ما يعطاوش ذلك الرخصة ديال الزواج وهو خاليجي فكانت مبيل الأمور بغت نديروا معها ديال العملية ديال كانت عطل قتلنا نعطاكم واحد المبلغ بدايةا هو خمتين ألف درهم غيتمشي وتحضروا معنا ديوا معكم واحد السيجل وتديروا بأنكم رتتوا تعو عقد ديال الزواج وتمشي وتقرأوا الفاتحة وتمشيوا بحالكم وتاخدوا المبارغ ديالا قدام عائلة ديالها ولكن دي كنا في البداية ديال المهنة ورفضنا ولا زينا نرفض بحدي الان مهما الإغراءات لأن هذا الأمر لا يعني ما يمكنش نجره وراء الماديات من أجل تحقيق واحد الرغبة ديال واحد الإنسان ربما استهترى وسلم نفسه الآخر يعني رخيصا ونحن نزيد نساهمه في هذه العملية هذه بعض الأحيان نحن نعرف بأن الزواج هو فيه أنواع ولكن هذا الزواج كان الزواج المختلط الزواج القاسر الزواج العادي اللي تكون ما بين مغربي ومغربي راشدين ولكن بعد المرات الناس شنو توقع تقدر يكون هدك جاء عندهم واحد الإنسان حنا سنعرف بأن المدونة تنظيم عملية الخطبة لأن تلك الخطبة يعني أصبحت منظمة لعني رسمية في العقود ويكتب عقد بالخطبة غير هذا العقد ديال الخطبة بعد المرات تلقى وهنا هدك في الخطبة مربما جاتش ضروف وما توتقش دك عقد الزواج وأن هذه البنت تكون حامل فهنا هدك شنو تديرو تمشي وجدو الوثائق ديرو متى ظهر الحمل؟ العائلة تقولو شنو غن ديرو شنو غن ديرو حنا ما بقى نتشي حل إلا أننا لتجأوا السادة العدود ونديرو العقد الزواج ديالنا قبل ما يباندك شي قدم العائلة ونتفضعوه وكذا وكذا فهنا شنو توقع؟ تمشي ويتزوجو حنا هدك شنو توقع؟ متى تزوج تتبشي توضع الحمل ديالها وتقدر توضعوه في خمش شهور هنا يمشي توضعوه في مكتب الحالة مدنية تقولو لها ما يمكنش أقل مدد الحمل هي ستة أشهر فإذا شنو تديرو تديرو حد إقرار بنوة وعاتي تخلوه الحالة مدنية وكيف قلنا نحنا يا هنا يا من ناحية الشرعية واش ياريت ولا ياريت لأن الإبن الفراش هو رد زاد قبل ما يتكسب العقل ولكن الأكثر من ذلك هو متى وقع نقاش هنا اللي هو اللي خطير وخصو المواطن المغربي يعاب هذا الشي وخاصة للأسر هو أن هدك متى وقع نقاش ما بين الزوجين ولا بين العائلتين تقدر يمشي هدك الإنسان تقولو له أعرف في واحد القضية أرى هدك سيدة اللي تزوجتي بها في ذاك اللوقت أرى العقل يرى فاسد أرى في المدوانة أرى يعتبر فاسد أرى تمشي تبطلوه فهو تمشي رغم أنه ابنه باش يتنصل من المصاريف وكذا تمشي تدير بطلان العقد وتتبطله لأن الزواج في الحمل يعتبر من الأمور التي تفسد العقد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر